مساء الخير وأهلا بكم في حلقة جديدة شكرا لدعمكم المستمر هتكلم معاكم النهاردة عن أشهر خادمة في السلمة المصرية اللي حولت الدور ده من مجرد دور ثانوي لدور بطولة بطولة لواحده كده برغم أن هي ما خدتش أبدا دور بطولة اللي أنها لحد النهاردة أشهر خادمة في السلمة المصرية وكمان أشهر خادمة دمها زي العسل في كل الأفلام هتكلمكم النهاردة عن وداد حمدي ونهاية وداد حمدي بدايتها كانت في كفر الشيخ والدها من كفر الشيخ اضطر أنه هو يروح يقعد في المحلة تحديدا لأنه كان موظف في شركة للغزل والنسيج قعد هناك فترة طويلة وبعد كده الراجل ده طلع على المعاش لما طلع على المعاش قرر أنه هو يعمل بيزنس لوحده وتجارة ما يمكن تكون في الغزل والنسيج أو في أي شيء تاني هي مش واضحة قوي الجزئية دي التجارة أو نوع التجارة اللي هو عملها بدأ يشتغل في التجارة كانوا عايشين عيشة كويسة جدا ولكن في فترة من الفترات التجارة دي بارت ما بقتش زي الأول ما بقتش تجيب فلوس ده الحال على الرجل وعلى ولاده وبنته وداد حمدي هنا وداد كان نفسها أن هي تروح تشتغل في مكان يعني علشان تصرف على نفسها تساعد والدها تساعد إخوتها فقررت أن هي تروح عند عمها في السيدة زينب تحاول أن هي تدور على أي شغلة تقدر أن هي تصرف منه وبالفعل راحت عند عمها أعدت فترة ولكن الغريب أن وداد حمدي كانت نفسها أن هي تكون مطربة شايفة أن صوتها حلو وحبة أن هي تغني وما كانش التمثيل ده على بلها إطلاقا بالفعل بدأت أن هي تحاول تتواصل مع الناس على المسارح تروح المسرح الفلاني أنا عايز أغني والمسرح الفلاني وكل مرة يطرفت طلبها لأن صوتها مش كويس ما نكحدش التجربة بتاعتها حتى لما راحت وغنت في مسرح من المسارح هنا ابتدأ حبها للفن وحبت أن هي تفضل في مجال الفن وتشتغل في مجال الفن وبالفعل قدمت في معهد الفنون وقتها وبعدها بفترة يمكن لما كانت في تانية معهد اخترع حد أن هي تعمل مصرحية ما وطلعت في دور خادمة من هنا شافها المخرج هنري بركات وخلاها تعمل معاه فيلم في دور صغير الخادمة من وقتها صنفها المخرجين على أنها خادمة وهي قدرت كمان أن هي تبرع في دور الخادمة وداد حمدي عملت أكتر من 600 فيلم في حياتها أنتم متخيلين الرقم مفيش فنان تقريبا في مصر لحد النهاردة قدر أن هو يعمل 600 فيلم أشهر أدوارها طبعا اللي احنا عارفينها هي الخادمة ولكن هي عملت بنت الزوات وعملت الشخص الأناني وعملت شخصيات كتير ولكن احنا فاكرينها بالخادمة لأن ده أكتر الأدوار اللي هي عملتها في حياتها وبالمناسبة وداد حمدي في لقاء قديم اعتزت جدا بتقديمها لدور الخادمة لأن شايفة أن تقديم دور الخادمة بيحتاج خفة ظل مش أي حد يقدر يعمله كمان قالت أن ربطة المنديل على رأسها من الحاجات اللي بتليق جدا بوشها وبتقدمها بشكل جيد وما كانتش زعلانة أبدا أن يتم حصرها في دور الخادمة بل بالعكس كمان بتقول أن دور الخادمة خلى ناس كتير جدا يتقدموا لها علشان يجوزوها علشان هي برعد في الدور ده والدور ده حبب ناس كتير قوي فيها لكن بالنسبة لجوازات وداد حمدي أمرها مش واضح وأنا بعمل الفيديو ده حاولت أن أدور على جوازات وداد حمدي خصوصا أن الراحل صلاح قبيل كان من الناس اللي بيقولوا عليه أن هو اتجوز في وقت من الأوقات وداد حمدي وخلف منها ابنها عمر عمر الوحيد لوداد حمدي ولكن لما تدور في مواقع تانية بتلاقي أن المعلومة دي مصحيحة والناس بتكذبها حتى ابن صلاح قبيل تحديدا قال أن الموضوع ده مش حقيقي ولكن لحد النهاردة على وبكيديا حتلاقوا الصفحة بتاعت وداد حمدي بتقول أن صلاح قبيل من الناس اللي اتجوزوا وداد في وقت من الأوقات جوازاتها ما بين جوازتين وما بين أربع جوازات لكن مش معروف تحديدا الجوازات بتاعتها كانت قد إيه يمكن يكون أهم حاجة في الفيديو بتاع النهاردة هي نهايتها النهاية بتاعتها تبدأ من يعني متأخر شوية أو نرجع للزمن وراء شوية لحد اسمه متة باسيليوس وده جيجيسير قرر أنه هو يفتح محل سمك اداين من الناس كتير علشان يفتح محل السمك ده الدنيا ما مشيتش معاه فترة طويلة بدأ ياخد من هنا تاني وياخد من هنا تاني يسدد لدام اللي بياخده من هنا والديون تركمت عليه المشروع فشل وأصبح الناس كلها بتطالب متة أنه هو يسدد الفلوس اللي عليه متة قرر في وقت من الأوقات أنه هو يروح لأكتر من حد من الفنانين علشان يحاول يسرقه أو يستدر عطفه النفع أنه هو ياخد منه فلوس علشان يسدد الديون بتاعته راح للفنانة يسرى البواب وقتها منعه أنه هو يعديه أو يدخل لها يعني كتب لها خطاب يستدر عطفها وده للبواب ولكن البواب رجع بعد شوية وقال له يسرى هانب نيمة امشي من هنا وقتها قرر أنه هو هيقتل أي فنان ويسرق فلوسه اشترى سكاكين واشترى قفازات وبدأ يلف على الفنانين على سبيل المثال راح للفنان أحمد زكي كان قاعد في فندق من الفنادق لكن وهو داخل من باب الفندق أكيد هيتم تفتيشه أو يعدي على بوابة كشف المعادن وهنا هيتم كشف السكينة فشاف أنه مش من المنطقي أنه هو يروح للفنان أحمد زكي طلع من عند الفنان أحمد زكي راح للفنانة شريهان لقى أن فيه الشارع ده فيه شرطة يمكن يكون حد ساكن من الناس اللي بيتم تأمينهم في الشارع خاف أنه يتم افتضاح أمره وعد على أكتر من فنان هشام سليم ملقهوش مش عارف مين ولحد ما وصل لوداد حمدي رفع سمعت التليفون وكلمها أوهمها أنه فيه تمثيلية بتعملها قناة من القنوات وكان ده سنة 1994 وقتها وداد حمدي كان عمرها تقريبا سبعين سنة رحبت بالرجسير في بيتها وقالت له تفضل تعالى في المعادل فلاني وفعلا دخل متى بالقفزات وبالسكينة ويعني حكى لها حكاية وهمية عن المسلسل ده عن قصته سألته عن المؤلف عن المخرج قال لها ده هم في مشوار وهيعدوا عليك علشان يتفقوا معاك على باقي التفاصيل واستأذنها أنه هو يدخل الحمام بعد ما قدمت له عصير علشان يشربه هنا وداد دخلت القوضة بتاعتها علشان تجيب له يعني فوطة يمسح ايده فيها وقتها لقيت واقف وراها وماسك السكينة لابس القفزات هنا فهمة الغرض من الزيارة وأن الفيلم أو المسلسل اللي كان جاي عشانه أمر وهمي وفقا للي قريته اترجته أنه هو ما يتلهاش ياخد ساعة ايديها ياخد الفلوس اللي معاها لكن يسيبها تعيش ولكن مادة كان لي رأي تاني مادة ما كانش عايز حد يعرف أو يسمع أو يبقى فيه شاهد عن الجريمة كان عايز يخطط أو عايز يعمل الجريمة الكاملة فكر في كل حاجة وقال لو سبتها تعيش ممكن تبلغ عني وأكيد هتعمل ده فقرر أنه هو يخلص عليها وسدد لها 34 طعنة بعد كده بدأ يدور في الشقة على حاجات كتير ملاقاش غير 270 جنيه بالضبط وخد شوية حاجات لكن لقى أن العلبة بتاعة الدهب بتاعتها مفهاش أي حاجة فخد شوية حاجات اللي هو ما خف وزنه وغلى تمنه وخد الفلوس ومشي طبعا أكيد متى كأي مجرم بيستنى ساعات اللي بعد الجريمة يشوف الدنيا حيمشي إزاي حيتصرف إزاي وكمان علشان يخفي كل معالم الجريمة غسل كبيات العصير رتب مصرح الجريمة وحط الفنانة وداد حمدي على سريرها وقاعد يستنى يشوف مين حيقدر يكتشف زكاؤه شايف أن هو أشطر من أي حد عمل أي جريمة وتم القبض عليه الحقيقة أن في مصرح الجريمة وفي خلال 48 ساعة حددوا اتنين مشتبه بيهم الرجيسير بما أن هو آخر حد كلمها بالإضافة إلى مسجل خطر في عائلة وداد حمدي ولكن تم استبعاده المفاجأة بقى أن وداد حمدي لما كانت بتدافع عن نفسها في خصلة خصلة شعر طلعت من متة بين أيدين وداد حمدي الله يرحمها وما خدش باله وساعتها أكيد في الحالة اللي هو كان فيها مش هياخد باله إذا كان فيه خصلة شعر وقعت منه وتقطعت مش هياخد باله والحقيقة أنه خصلة الشعر دي اللي قادت التحقيات أنه هو الجاني لما جابوه وأنكر كل حاجة وقال أنا معرفش كل حاجة وروله خصلة الشعر وأكيد تم المعمل الجنائي بيطابق خصل الشعر والكلام ده كله حتى لو خصلت شعر واحدة وكمان كان فيه بصمة وحيدة متة ما قدرش أنه يمسحها أو ما خدش باله أنه هو سند في الحتة دي في بيت وداد حمدي ودي قادته لحبل المشناء وبالفعل تم شن متة في وقت من الأوقات وقصة قصة وداد حمدي وداد حمدي واحدة من الفنانات اللي كانت نهايتها نهاية مأساوية وغير متوقعة حزت الشارع المصري وقتها لأن الحدثة كانت بشعة جدا وداد حمدي كان ليها رصيد كبير جدا زي ما بقول لكم 600 فيلم أكيد محدش في يوم من الأيام ما شافش فيلم لوداد حمدي ما تحكش على جملة قالتها وداد حمدي الله يرحمها دي كانت نهايتها فأنها موجود لحد النهاردة نقدر نستمتع بيه وكمان نقدر ندعي لها بالرحمة في كل مرة بنتحك من وداد حمدي شكرا لكم وأشوفكم في حلقة جديدة بكرة تصبح على خير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة